اكو انواع متعددة من الانهرتنس توفرها لغة السي بلس بلس اخذنا بالفيديوهات السابقة انو شلون نسوي انهرتنس بين بايزي كلاس واحد ودرايب دي كلاس واحد وسميناها السنجل انهرتنس اكو انواع اخرى من الانهرتنس فاذن احنا عدنا اذا كان اكو مثلا بايزي كلاس واحد اللي هو خلين نقول الاي هذا هو البيزي كلاس وهذا الاي راح يورث صفاته الى كلاس اخر اللي هو خلين نقول البي بهاي الصورة مثل ما شفنا بالفيديو السابق هذا سميناه كلاس بيرسن وعرفنا الى نيمو ايج والدوال الخاصة بي وهنانا عرفنا كلاس خاص بالستيودنت وعرفنا الى الليفل اللي هو المرحلة هذي شي سموها هذي سموها سينجل انهرتنس يعني شنو سينجل انهرتنس يعني درايف دي كلاس الى بيرنت واحد او الى بايزي كلاس واحد اذا اكون اخر من الانهرتنس اللي يكون بيها اكو اكثر من بايزي كلاس مثلا اكو كلاس اسمه اي وكلاس اخر اسمه بي وكلاس مشتق اسمه سي درايف دي كلاس وهذا الى درايف دي كلاس رح ياخد صفات من الى وياخد صفات اخرى من الى بي فاذا كان عندي كلاس معين درايف دي كلاس ياخد صفات من two basic classes هذه سموها الملتبل ملتبل انهرتنس هذه سموها الملتبل انهرتنس واكون اخر ايضا من الوراثة اذا كان مثلا اكو كلاس اسمه اي هذا هو بايزي كلاس راح نشتق من عنده كلاس اخر اسمه بي ومن هذا البي راح نشتق كلاس اخر اسمه سي هذا نوع اخر من الانهرتنس يسموه الملتبل ملتبل انهرتنس اذا الملتبل انهرتنس كأنه ما عدنا اكثر من لفل هذا بايزي كلاس هذا مشتق البي مشتق من الاي هو درايف دي كلاس بالنسبة الى اي وبنفس الوقت هو بايزي كلاس بالنسبة الى سي فاذا صار عندنا هيج حالة يسموها ملتبل انهرتنس كذلك اكو نوع اخر من الانهرتنس مثلا اذا اكو هذا كلاس بايزي كلاس اسمه اي ومن الاي راح اشتق كلاس اسمه بي ومن الاي ايضا راح اشتق كلاس اسمه سي ومن الاي ايضا اشتق كلاس اخر اسمه دي والى اخره هاي الحالة اذا اكو اكثر من درايف دي كلاس اشتقيناهم من بايزي كلاس واحد هذه يسموها الهيراكيكل هيراكيكل انهرتنس يعني الطبقية او الهرمية الوراثة الهرمية وكذلك اكو انواع متعددة اكو هذا النوع ايضا من الانهرتنس هذا بايزي كلاس راح نشتق من عنده كلاس بي وهنا انا عندي كلاس اخر اللي هو السي ومن هاي الكلاسات راح اشتق كلاس دي اللي راح ياخذ من البي ومن السي هذه يسموها الهايبرد انهرتنس والى اخره انواع متعددة من الانهرتنس اشهر هذه الانواع هي هاي الخمسة احنا اخذنا مثال عن هذا النوع اللي هو السينجل انهرتنس وبهذا الفيديو راح ناخذ مثال على هذا النوع وان شاء الله بفيديوهات اخرى راح ناخذ امثلة على باقي الانواع الخاصة بالانهرتنس فهنان عدنا بالفيديو اللي كان خاص بالسينجل انهرتنس اخذنا احنا كلاس بيرسن قلنا هذا بيرسن كلاس اي هو كان هنا عندي بيرسن وبداخل هذا كلاس قلنا اكوفة نيم اللي هو سترينج او مصقفة حروف وعدنا ايج اللي هو انتجر ومن هذا البيرسن اشتقينا كلاس اخر اللي هو السيتيودنت واللي كان عنده الليفل اللي هي المرحلة فكان هذا بالسينجل انهرتنس راح يكون هذا البيرسن هو بيز بالنسبة للسيتيودنت فالسيتيودنت راح يقدر ياخذ النام والأيج من البيز كلاس خلينا نفرض انه احنا رايد نسوي هذي الصيغة يعني الريد نشتق كلاس من هدي الكلاسيان يعني البيرسن والستيودنت راح يكونون بالنسبة راح يكونون بيز كلاس بالنسبة الى كلاس اخر مثلا راح نسمي اللي هو هنا سي راح نسمي هذ ذا الكلاس أج سيتيودنت مثلا مثلا أج سيتيودنت يعني مثل folder دراسات عليا BTS عنده اسم ولأيج فراح ياخذ الاسم ولأيج من البيرسن ورح يأخذ الـ level من هذا الطالب وخلي نفرض عنده أيضا هو فتشي ريسيرت مثلا فالمتغير اللي رح يحتوي على اسم البحث مادة مثلا باعتبار طالب الدراسات يكون عنده بحث إذا كان عنده ماجستير أو دكتورة فكمثال فإذا هذا الـ student في حالة الـ multiple inheritance رح يأخذ صفات من الـ person ورح يأخذ صفات من الـ student فمعدام صار عنده أكثر من basic class هذه يسموها شنو multiple inheritance فراح نطبق هذا المثال ونشوف الشيء رح نسوي implementation إلى هذه الطريقة من طلق الـ inheritance وباستخدام طبعا الـ constructors مثل ما شفنا بالفيديو السابق شون استخدامنا الـ constructors بوجود الـ inheritance بين basic class 1 و derived class 1 اللي هي single inheritance فننتقل إلى البرنامج مالتنا هذا البرنامج اللي هو طبقناه باستخدام الـ constructors واللي كان خاص بشنو بالـ single inheritance جيدا هس آني شنو رح يصير عندي رح يصير عندي هذا الـ person هو basic class اول رح يحتوي على الـ name والـ age وايضا هذي الـ constructor الخاصة ماته وهي الـ print الخاصة ماته هذا الـ class الثاني بعد ما كو وراثة هنا خلي نفرض على سيبي المثال هاي class 1 منفصلات الـ person واحد والـ student واحد الـ student عنده level هنا بعد الـ constructor مع student ما نقدر نستدعي الـ constructor مع parent باعتبار ذلك class 2 منفصلات فالـ student هنا مجرد رح ياخذ الـ level والـ print هنا مجرد رح يطبع لي شنو الـ level زين هنا رح نسوي لـ class الثالث اذن الـ person هو حسب المخطط هنا الـ person هو A والـ student هو B الـ class الثالث اللي هذا هو الـ C اللي هو H-Student مثلا نطالب دراسات عليا وراح نحاول نسوي لـ implementation لهذا الـ class فمثلا هنا أنا أقول class H-Student H-Student هذا الـ class عنده فهد متغير هنا أنا خلنا نشوف إحنا استخدمنا شنو استخدمنا string string فخلينا نستخدم هنا string مثلا research هذا رح يمثل اسم البحث مادة نوعه string زين هنا رح ننطي constructor اللي لحت الـ public اسم الـ class نفسه وراح أمرر لها وهذا البناء مالتها المفروض هنا تمرير هذي الـ constructor هسا رح نشوف شنو التفاصيل مادة وراح أنطي هنانا لدالة الطباعة الخاصة بهذا الـ class اللي رح تطبع لي see out للـ research دي هو اسم البحث وهنا أنا عندي المين بالـ main مثلا خلي نعرف شنو رح نعرف object إلى الـ class الثالث هنا قبل لنروح على الـ object خلينا نتوي صيغة الوراثة بما أنه أنا أريد هذا الـ student يورث الـ person إذا نكتب هنا صيغة الـ inheritance الـ colon بعدين أكتب public person بهيش حالة رح يصير عندي single inheritance إذا أريدت multiple inheritance يعني يصير ورافة بين هذا وبين الـ person وهذا أيضا يأخذ من من الـ student نخلي فارزة public student فهذه صيغة الـ multiple inheritance أنه أنت تجي على الـ derived class هذا المشتق ورا هذي الـ colon تخلي شنو نخلي الـ basic classes بالنسبة إلي هسا حاليا الـ basic class إليه والperson والـ basic class الثاني هو الـ student زيان مثل ما سوينا هنا بالـ constructors إحنا هنا نش رح نأخذ من الـ basic class رح نأخذ الـ name والـ age ومن الـ student رح نأخذ الـ level ومن الـ age student عنده الـ research فإذا هذا الـ age student ما دام هو رح يورث من ذني لـ class إذا هو رح يصير عنده أربعة data member رح يصير عنده الـ name والـ age رح يأخذه من الـ person وراح يصير عنده level رح يأخذه من الـ student وهو عنده فتشي اسم الـ research فإذا أنا من أجي أعرف object هنا أدز لازم أربع شغلات أدز اسم الطالب وعمره هذه أدز للمن أدز لـ constructor مع الـ basic class مثل ما سوينا بالفيديو السابق وهذه الـ level أدزها طبعا هذا الـ basic class الأول لأن ذني مع الـ person وهذه الـ level أدزها الـ basic class للـ constructor مع الـ basic class مع الـ student اللي هو الـ basic class الثاني واسم البحث مثلا هنا AI new method مثلا هذا اسم البحث ماته هذه بعد أدزها للـ constructor الخاصة بهذا الخاصة بهذا الـ class المشتق خلنا نسميه H1 وهنا أستدعي دالة الـ print اللي رح تطبع لي هذه المحتويات فمن نجي على الـ constructor مع الـ H-Student المفروض تستلم من عندي أربع شغلات مثل ما أنا عرفت object ودزيت أربعة string بـ integer بـ integer بـ string فهنا لازم أستلم من عدها أربعة أدز اثنين للـ basic class الأول ودز الـ level للـ basic class الثاني وهنا مجرد أخذ الـ research الـ research رح يأخذ الـ R مثلا فهنا لازم أستلم أربعة string مثلا N integer age أو A وانتجر L اللي هو الـ level وstring مثلا R الـ R هو خاص بالـ research أنا إذا زيت اسم البحث رابع واحد زيان هذني الـ N والـ A لازم أدزهم المن اندزهم للـ person للـ constructor مع الـ basic class لأن مثل ما نعرف أنه إحنا الـ constructor مع الـ derived class تستدعي الـ constructor مع الـ basic class معلته هنا أنا كم basic class عندي عندي اثنين فلازم الـ N والـ A أدزهل الـ person حتى تجي تستدعي هذه الـ person هذه الـ person تجي الـ S هنا والـ A هنا وتصير بالـ name والـ age والـ L أدزهل المن أدزهل هاي الـ constructor رح تأخذ الـ L تنطيها للـ level والـ R ما أدزهل الـ constructor الـ R أستخدمها بداخل الـ constructor هي نفسها ما الـ derived class فشون أدزهل الـ N والـ A أسوي colon ما الوراثة واسم الـ constructor هي person N فارزة A هذي بالنسبة لـ N والـ A هي صراحة تروح لهذه الـ constructor اللي هو الاسم والعمر زيان والـ level هخلي هنا أنا فارزة حتى استدعي الـ constructor الآخر الـ class الثاني الـ basic class student وأدزله منه أدزله الـ L باي الصورة هذي الـ L اللي أخذتها من تعريف الـ object أدزها المن إلى الـ constructor ما الـ basic class الثاني فبيتش حالة صارت عندي هذي الـ constructor ما الـ derived class أخذت أربع براميترات أو أربع arguments أول أثنين راح أدزهم للـ constructor ما الـ basic class الأول اللي هو الـ person والثالثة راح أدزها للـ basic class constructor ما الـ basic class الثاني اللي هو student والرابعة راح أتسوي initialization للـ data منبر اللي خاص بهذا الكلاس المشتق اللي هو h-student هنا أنا بالـ print أنا أحتاج من هنا أنا أجي أستدعي الـ print ما للـ h-one هنا أنا إذا بهذه الصيغة راح يطبع لي بس شنو بس الـ research بما أنه أنا هذا الكلاس المشتق سويت وراثة بي إلى two classes إذن أقدر أستدعي لـ print ما لهذا وأقدر أستدعي لـ print ما لهذا لأنه هي راح يورث data members ويورث الممبر functions أيضا لأنه هي public فإذن راح أستدعي لـ print هذه ما الـ person حتى أطبع الـ name والـ age وكذلك أستدعي لـ print هذه ما الـ student حتى أطبع الـ level والـ research أنا أطبع مباشرة الـ research أطبع مباشرة فإذن بالـ print هنا ما لـ class المشتق أقول person والـ scope operator print هذي راح تطبع لي الـ print ما الـ person الـ name والـ age وـ student أيضا print هذه راح تطبع لي شنو راح تطبع لي الـ level تطبع لي الـ level هذي تطبع الـ name والـ age وهذه تطبع الـ level وهذه تطبع اسم البحث اللي جزيته فهنانا راح أعرف هذا object من هذا الـ class المشتق من two basic classes ودزل لذني القيم أول اثنين راح يروحا للـ constructor ما الـ basic class الأول هذا راح يروح للـ constructor ما الـ basic class الثاني وهذا راح يصير initialize للـ research اللي هو المتغير الخاص بالـ derived class بعدين استدعيت الـ print ما من ما الـ age 1 اللي هي هاي هذه الـ print ما الـ age student هذه الـ print تستدعي الـ print الأساسية ما الـ basic class الأول والـ print ما الـ basic class الثاني وتطبع الـ research حتى تطبع المعلومات ذن كلهن بصورة صحيحة فخلي ننفذ فهنا نلاحظ أحمد 20 هذه الـ print الأولى و level 4 وهذا AI new method اللي هو هذه إذا رأي نخلي فإن مسافة حتى لا تصير من دمجة فبهذه الصورة أحمد 20 level 4 AI new method هذا اسم البحث مات هذه معلومات object ما لهذا الـ class اللي هو طالب الدراسات العليا من أخذ الـ data member والـ functions الـ print أخذها من two basic classes أخذها من واحد اسمه person وواحد اسمه student فقدرنا نشتق class من two basic classes فإذا عندك two basic classes أو أكثر مثلا three أو four هذا يسموها multiple inheritance إذا مثل الحالة الأولى بالفيديو السابق من شفنا أنه عندنا basic class واحد ودرايف the class واحد يسموها single inheritance إن شاء الله بالفيديو الجاي رح نأخذ الأنواع الباقية من الـ inheritance ودرايف من الـ